تحياتي لكل إخواتي الأهلوية في كل مكان يارب تكونوا بصحة وبسعادة وفهمان زي ما فيه سواب فيه عقاب في النادي الأهلي وأي منظومة رياضية فيها انضباط لازم بالتكافئ اللي بيجيد واللي بينجح وكمان بتخسم وبتوقع عقوبات على اللي بيخفق أو ما بيحققش هدفه ده بالضبط شعار النادي الأهلي النادي الأهلي قرر ان يبقى فيه وقفة مع لعب النادي الأهلي لان ما ينفعش ان انت تطلع تخسر من سانداونز وفي ملعبك تخسر من سانداونز تخسر زهاب وقياب دي كبيرة قوي في حق النادي الأهلي بطل أفريقيا اللي هم نسختين ماضيتين وثالث العالم للنسختين برضو ماضيتين النادي الأهلي ما ينفعش انه يتغلب رايح جاي بس الاسوأ من الهزيمة هو عدم الاسرار على الفوز او عدم القتال على الفوز مش عايب ان انت تتهزم ممكن في الكرة باي لك او ضرب الجزاء او اي شيء اي شيء ممكن يعرضك للهزيمة ولكن القتال على عدم الفوز هي دي الهزيمة النفسية اللي محدش يستحملها لا جمهور ولا ادارة ولا حتى اللاعبين يعني اللي بيلبس شارت النادي الأهلي ده لازم يتسم بصفات ومواصفات خاصة النادي الأهلي المفروض يعني لعبي يعرفوا ايمة النادي الأهلي يفوقوا لو كان فيه مجهود بدني او ارهاق بدني على اللعيبة من خلال مشاركتهم قبل كده مع برامتس قبل 3 ايام ولكن النادي الأهلي عنده لعيبة كتير ممكن الموسماني يعمل روتيشن اللاعب اللي الموسماني شايفة ما تصلحش معه يم تمشي وينجيب له لعيبة تانية عشان يبقى الحساب قاسي للموسماني وغيره هنطلع ونسمع ونشوف قرارات الكابتل الخطيب وقابل كابتل الخطيب للاعبي النادي الأهلي بس ما تنساش عزيزي اللي هلاي وتدعمنا بلايك وشير الفيديو لو اول مرة تشوفني اول مرة تتابعني اول مرة تخش خناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على خناتنا قناة الأهلوية على اليوتيوب يلا نطلع ونسمع ونشوف كابتل خطيب وقراراته ضد لعيبة النادي الأهلي بعد ونرجع تاني واقول لكم على حاجات ومفاجئات بعد الفيديو بس ما تنساش زي ما اتفعنا تدعمنا بلايك وشير الفيديو وتشترك في القناة يلا نطلع ونسمع الخبر من مصدره ونرجع نكمل فيديو بتاعه يلا بلا ثقة هو مسلماني اعتقد الفترة الجاية هتكون كده مع حسام حسن نشوف أخبار الأهلي معكم النادي الأهلي هناك عقوبات على العيبة ولكن هي ليست بالعقوبات هي ليحة تتطبق في المكسب تاخد المتفق عليه وفي الخسرة تدفع اللي عليك مفيش هديد في الأهلي يعني مفيش عقوبة عشان انت خسرته ولا فيه تصريحات ولا فيه حاجة كل واحد عارف اللي لي واللي عليك كسب هتأخذ حكتك خسرت هناخد من حكتك أمور واضحة ايه كسب هتأخذ خسرت هناخد منك فأنت عارف هتكتهد هتأخذ المقابل هتخفق هتدفع المقابل وده على فكرة من العدل الأهلي بيستعجل مستحقاته لدي الفيفا في كاس العالم للأندية الأخيرة الأهلي دي مبلغ كبير عند الفيفا فبيستعجله والكابت الخطيب بيقطع راحته بسبب الهزيمة ووجهة المريخ في جلسة هتجمع الجهاز الفني من كابت المحمود الخطيب واللعبين الحديث قبل مباراة المريخ المهمة جدا جدا الفترة القادمة المهمة جدا جدا الفترة القادمة والأهلي يخسر أو مسلمان يخسر من الأهلي من سانداونز زهاب وعودة شيء الحقيقة يعني إياب وزهاب ده شيء الحقيقة غريب غريب ولكن يبقى يبقى دي رابع مرة في تاريخ النادي الأهلي ولكن يبقى الأمل موجود النادي الأهلي عنده أربع نقاط الهلال أربعة المريخة أربعة سانداونز خلاص كده عدى النادي الأهلي يكسب الماتشين الجايين يبقى يعني في المركز الثاني حسب لسه مواجهات طبعا مباريات سانداونز ولكن المفاجاة وردة أنا عايز أقول حاجة بس في عالم الكرة هو لو فاز حسم لو فاز الماتشين حسم ولكن أرهوكم في عالم كرة القدم اللي بيحب النادي الأهلي يعني أو اللي هو مهتم بتأهل النادي الأهلي مفيش حاجة اسمها كده كده الأهلي تأهل الأهلي فريق كبير والأهلي جمهور عظيم وكل ده منجود في عالم كرة القدم خطوة بخطوة الأهلي بحتاج يكسب المباراة اللي جاية ويكسب المباراة اللي بعدية حتى الآن حتى الآن الأهلي والهلال والمريخ النقاط وتساوية أي حد منهم يصعد أي حد منهم يصعد بلاش النجم بتاعة ألف مبروك وكل سواء طيبين وعبال عندكم فيش الكلام ده الكرة ما عادش فيها الكلام ده سمعوا مني الكرة ما عادش فيها الكلام ده الكرة دلوقتي ما كسب اكسب عشان توصل من غير ما تكسب ما فيش وصول انسى ما تضيعش وقتك والخريطة بتتغير كل يوم وكل يوم في جديد إذن الأهلي في موقف صعب معلش أنا عارف أن أنا دايما ملك التفاول وبطل العالم في الكوباء المليانة وببص في ورقتي كل اللي انتوا عايزينه لكن أنا بقول لكم الخلاصة اللي توديك ما ترجعكش أنا بنور كشاف وبقول لك الخلاصة اللي توديك ما ترجعكش اللي تأهلك ما تطلعكش ركز معايا تاني اللي أنا بقول لك ده اللي يأهلك ما يطلعكش إنه دي الأهلي في موقف صعب إنه دي الأهلي لازم يكسب ماتشين اللي جايين الماتشين اللي جايين صعبين أمام المريخ والهلال الأهلي تاريخ وقدر إن شاء الله بإذن الله قادر ولكن ده الوضع الآن على العيدة النهية دي تبع حساباتها ومسلماني دي حساباتها ماتشين أكون أم لا أكون ألف مبروك وسلنا والموضوع خلصان انسوا الشغلانة دي خلصت من زمان طبعا في عالم كرة القدم زي ما اتفقنا إن في هتجيد هتاخد مكافأة هتصنع بطولة أو تحرز بطولة هتاخد مكافأة أو مكافأات كمان لما هتخسر وهيبقى فيه أداء متراخي وهيبقى فيه أداء ما فيهوش رجولة في الملعب وقتل في الملعب هيتم منك يعني خصم فلوس أو هيتم توطيع عقوبات أو جزاءات على المقصرين النادي الأهلي ماينفعش يظهر بالمستوى اللي شفنان بارح أنا كنت بتفرج علمتش ومزهول هو ده النادي الأهلي هو ده اللي لسه مقطع برمز آه طبعا فيه مجهود بدني وفيه مجهود ولياقة بدنية ومخزون كل ده أنا مش ببرر ولا بحط شمعات ولكن ولكن شخصية النادي الأهلي لو اللعب في النادي الأهلي مش قادر يلعب يقول أنا مش قادر مش قادر يا قدي يقول أنا مش قادر لما لوحد بيبقى جعان بيقول أنا جعان نعسان بيقول أنا نعسان ده شعور جسدي طبيعي لما انت جسمك يبقى مرخة تقول أنا مرخ مش قادر ماينفعش ان تتحط نفسك وتحط في النادي الأهلي وتاريخياً هيقول لك إنها دي لها غلب ذهاب وإياب ده بخلاف إن سانداونز دلوقتي خلاص تربع على القمة وعلى عرش المجموعة خلاص دها صاح دلوقتي إنت عندك أربعة ثلاث فرق بيصرعوا على الصعود يعني الحزوز متساوية يعني الفريق اللي هتلعب قصاده هيموت نفسه عشان ياخد منك لتلاث نقط فكلك إن أنت تكسب الناس اللي بتتكلم وبتقول لك النادي الأهلي يكسب المريخ ويكسب الهلال بتتكلم ببساطة كده لا معلش يا فندي الفرق دي هتقطع نفسها وهتموت نفسها قدام النادي الأهلي يعني الموضوع مسهل زي ما أنت متخيل إن شاء الله النادي الأهلي يصعب ولكن الموضوع مش ببساطة النادي الأهلي صعبها على نفسه والنادي الأهلي يعني هو العمل في نفسه كده ولعين النادي الأهلي هي العمل في نفسها كده فما ينفعش إن النادي الأهلي يحط نفسه حزبة برمة. لو ده تعادل مع ده لو ده تكسر. لا لا ده مش النادي الاهل اللي يعمل كده. الورق والقلم والقلم الحزبة دي مش النادي الاهل. النادي الاهل يطلع اول يطلع تاني مرتاح. ايه اللي ده خلي انا في حزبة برمة. واقول ان ده على ملعب دلوقتي ما فيش حاجة اسمها ملعبية ومش ملعبة. انت بتلعب في اجواء? اجواء كورة. يعني عليك وعلى غير. يعني ملعبك ايه? الافضل ايه للجمهور? طب ما هو النادي الاهل تغلب من سانداونز هنا? النادي الاهل تغلب من سانداونز. يعني موضوع ان انت ضامن الفوز في ملعبك? لا دي مش 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 مضموعة. ما فيهاش اي ضمانة. احنا بتتمني النادي الاهل يرجع لمستوى ويلجع لعهده. مش ماتش طبعا هتخلينا نسخط على الفريق او نهدمه. لكن احنا انا مستغرب. النادي الاهل امبارك كان خارج الفورمة تماما. هنطلع صفحة صانداونز خلاص. كتاب واتقفلت. او كراسة واتقفلت. او يعني ورقة واتقطعت من سجلتنا. ولكن مطش الاهل مع المريخ مش هكون سهل. ومطش الاهل مع الهلال مش هكون سهل. لان هم عندهم نفس الدوافع اللي عندك. انت لو كنت فزت على صانداونز كان الامر خلاص انتهى. بالنسبة لي. لكن انت معرفتش تفوز على صانداونز. عطلت مسارتك. كده هم بيأماله ان هم يفوزوا عليك عشان يسعدوا على حسابك. فالامر اختلف تماما. النادي الاهلي لما هيقابل لانديها دي. الانديها دي مش هتقشر لب وزداني قدام النادي الاهلي. لا. اللعبة دي هتموت نفسها في الملعب. فاحنا عايزين النادي الاهلي يبين شراسته الهجومية ويبين شراسته ان هو حمل اللقب ويحافظ على لقبه. ولكن تعالوا الموضوع مش موضوع مطولة ولا مطش ولا تلت نقاط ولا سبع نقاط. الموضوع هو شخصية القيادة وشخصية النادي الاهلي في الملعب. انا ما شفتش شخصية النادي الاهلي. لا في المطش الاول ولا المطش التاني. النادي الاهلي كان عبارة عن اشباح لبسين تيشارتات النادي الاهلي. لعب سانداونز كانت بتنقل كرة وكأنك بتتفرج على مطش بلاي ستيشن. مش مطش كرة قدم امام فرقة كبيرة اسمها فرقة النادي الاني. العاجة كانت باقل السبل. الكرة من الرجل الرجل ما كانوش بيفقده الكرة ابلا بسهولة. ما كانش فيه مسبس نهائي عن العاجة بتتفرغ على لعب لعب اوروبي. فعلا برازين افراقية. يعني يتقال عليهم برازين افراقية بمعنى الكلمة. لعيبة بتلعب من من رجل للرجل بينقلوا الكرة بيوصلوك باقل الطرق للمرمى. ولولا الشناو زي ما قلت لكم كان زمانا خرجين للمباراة بتلاتة او اربعة او خمسة لشيء. فعيب على النادي الاهلي. وعيب على العيب النادي الاهلي. وعيب على ابو السماني ان احنا نتغلب رايح جاي. زي ما قلت لكم صفحة وانطورة. ولكن القادم ليس بالجيد. تفقالوا بالخير تجدوه. ولكن لما يبقى الخير على قدوم الوردين او على يعني وجوه الوردين او وجوه اللعيبة بتاعتك انا شايف ان في بعض اللعيبة خلاص. شكلهم اللهمش عيش في النادي الاهلي. برضو انا مش هقولك مين. عشان ما حدش قول انت بتهد الفريق وانت متنمر وانت اا زمالكاوي وانت. لا انا مش هقولك مين حضرتك. قولهم اللواحدا. في بعض اللعيبة. مستوى النادي الاي. يعني المستوى في النادي الاهلي. لا يؤهنهم للعلم في النادي الاي. مستوى الى العلم في المقصة في امبي في فى الفرق اللي في المنتصر دي او الفرق اللي في النادي الاي. لا. النادي الاي محتاج من مقاتلين في الملعب علشان نقدر نحافظ على لقبنا. وانتقى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزة الاعلاق وتدعم بلايك وشعير الفيديو. لو اول مرة تشوفني اول مرة تتابعني اول مرة تخش خناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وتختار كل الاشعارات عشان نوصل لك كل جديد بانزل على قناة قناة الاحناوية على اليوتيوب بشكركم مرة وجيم 13 كان معاكم اخوكم هاني الشراوي والسلام عليكم